موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع فوضى السلاح في العراق إلى متى ستستمر مشاهدين الكرام بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم لإبداء رأيكم والإجابة على تساؤلاتنا بشأن ما نطرحه في حلقتنا لهذا الأسبوع يعاني العراقيون منذ 2003 إلى يومنا هذا فوضى أمنية وخروقات وانتهاكات مستمرة وسط عجز أو تواطئ حكوميا في التصدي لمفتعلي هذه الفوضى الأمنية حيث أصبح العراق بيئة طاردة لأبنائه بسبب الميليشيات وفرق الموت والعشائر بدقاتها التي نشرت الرعب والخوف بين صفوف العراقيين ولا تزال ورغم كل الوعود الحكومية التي أطلقها رؤساء الوزراء بعد 2003 بحصر السلاح بيد الدولة إلا أن لا شيء تحقق من هذه الوعود بل بالعكس تنامت القدرات العسكرية للميليشيات والعشائر لتصل إلى قوة تضاهي ما لدى الأجهزة الأمنية الرسمية في العراق بشهادة زعماء هذه الميليشيات أنفسهم هنا نطرح مجموعة من التساؤلات مشاهدين والتي ننتظركم للإجابة عليها هل يأمن العراقيون على حياتهم في الداخل وما الذي منع حكومات ما بعد 2003 من حصر السلاح بيدها وهل تعتقدون أن القوات الحكومية تقوم بواجبها بشكل صحيح ثم ما هو رأيكم بالدقة العشائرية هذه الأسئلة وغيرها التي سنترحها في هذه الحلقة بإمكانكم أن تشاركوا من خلال أرقامنا للإجابة عليها لكن قبل ذلك دعونا نشاهد مشاهدين معا هذا التقرير الإجرافك الذي يبين بعض الحقائق حول الانهيار الأمني في العراق لنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تبعتموا مشاهدين الكرام حتى تصريحات المسؤولين الذين حكموا العراق رؤاساء الوزراء كلهم أعلنوا عن انطلاق الحملات لحصر السلاح بيد الدولة انتهت ولايتهم جاء غيرهم وعاد نفس الوعد أعلن انطلاق حملة حصر السلاح بيد الدولة لكن رحلوا ولم يحصر السلاح بيد الدولة نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم معنا سيد أبو محمد من هولندا تفضل يا أبو محمد حياك الله وعليكم أخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شكرا أخي أنا بصراحة حبيت أوضح أكثر لكن وقال سبق وإن تحدثنا بهذا الموضوع الحكومات اللي يجي يتوقعت على صار ما يتوقع لاحظ بي تدبيد الأشائر أو بعض المسلحين خارج عن النظام ولكن بالأكس ينطي سلاح للناس اللي حتى ما عاد مسلاح الآن نزاع الأشائر إذا يصير بالجنوب يستخدمون حتى SPG9 حتى الهوانة حتى BKC ما أعرف يعني بضل بالدبارة ومستخدمين له لا يعني أي حكومة يجي هو يدعم يدعم يكون سلاح بيد الأشائر حتى يصير فوضى حتى ما يكون أمان للعراق يقول والله ما نقدر نسيطر يعني ما سيطرنا حتى يكون انفلاد أمني على موت الناس ما يفكر بتجوع وما يفكر بعدم التعيين وما يفكر بعض الشغرات وهذا التشغيل ليش ما حققوا الحياة الآمنة والمستقرة للعراقيين والرخاء الاقتصادي اللي يخلي الناس ما تكره هذه الحكومة وتطالب برحيلها اللي يخلي الناس تسكت على بعض الإخفاقات ويقول لك الدولة معيشتنا بأمان وده تنطينا رواتب وموفرتنا البيئة الصالحة للمعيشة خلص تصير إخفاقات هنا وهناك نتغاضى عنها لكن هم مش قدموا حتى يعني يخلون الناس تسكت ليش ديريدون يغذون العنف بدل ما ينمون الاستقرار وبدل ما يحافظون على الوضع الاقتصادي ويطورون بالعراق ليش دي يحولون العراق إلى ساحة اقتتال وحرب مستمرة وهذا اللي بصالحهم حتى يبقون يسقون أكثر لأن إذا يصرفون للناس ففلوز ما يروح للناس للمواطنين فبالحالة وما ما يستفادون وكل واحد لازم يكون يعني يعدهم تليونات دولار وبعد ما يشبعون هم يعني ما يفكرون بالشعب هم يفكرون بس بجيوبهم الآن مئات المدارس موجود اسماء موجود والأبنية على أساس المبنية والفلوسة معقول ومستشفيات والجسور وكذلك هم ما يريدون يكون استقرار بالعراق هم مثل الناس قاعدين مؤقت أو يدفعون الفلوس اللي يأدهم أو أكثر الشغلات اللي يأدهم يدفعون الإيران طيب شنو رأيك بموضوع الدقة العشائرية هاي اللي تتنامى هذه الظواهر يوم بعد يوم من 2003 اتهدت حياة الناس تؤذي الناس تؤذي ممتلكاتهم وتؤذي أرواحهم وهي الأهم وماكو قانون يردع ولا قوة أمنية تجابه هاي العشائر بالعكس نحن نشوف حتى أحيانا دقات عشائرية بوجود القوات الأمنية بعدتها بعدتها وعدتها يعني وكأنهم أشباح غير موجودين شنو رأيك بهذه الظواهر المتنامية وليش ماكو ردع لها هم جماعتهم هم جماعتهم هاي جماعتهم خاصة يعني قدابة يعني كثيرين أنت عند هالسلاح واللي يجي تقاوم والجيش والشرطة يباوون حتى الشرطة الرائح ما يقدر يلقي قابض على شخص واحد ليش لأنهم مدعون من غير مكا نعم وعيسال أنا أشكرك نعم سيد أبو محمد من هولندا شكرا جزيلا لحضرتك ويانا سيد محمد من بلجيكة فضل يا محمد أكرم عفوا أكرم من بلجيك أهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أخي أخيرا أخيرا الموضوع على انفلات السلاح ودقة العشاير الانفلات الأمني بشكل عام بالعراف انفلات الأمني عامة نعم هذا هذا رأي أول شغلة هذا موجب أن الحكومة هي اللي اتحد هذا المصير الحكومة لو صاير حطرا من السلاح في يد الدولة كان ما صار هذا اللي صار وبالتعاون مع بعض العشاير اللي بالعراق بعض العشاير انه تتعامل الدول اللي يعني اللي هم يدقون بلجيكات عشائرية ويمطوهم السلاح ودعم عدهم أكيد من الدولة فيخلو لهم كمواحد جوا يديهم يروحون يبقون بيوت الناس يعني هذا الناس اللي بيها طفل اللي بيها أمرأة كبيرة بالعمر يعني هذا 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 ما مقبول وتاني شي هذا حتى يلهي يلهي الشعب إلى إلى أبعد بصير حتى ما يخلوهم أنه يتنفسون يرتاحون يأخذون حياتهم طبيعية يحاولون يكون الشعب بهذه الدقات العشائرية سيد أكرم يعني نحن نقدر هل الصحيح أنه تلام العشائر اللي تحمل السلاح أنه هي سبب الفوضى اللي دا تصير وقضية الدقات العشائرية والخروقات الأمنية اللي دا تصير في محافظات وسط وجنوب العراق لو تلام الحكومة عن فشلها أو على فشلها وعلى إخفاقها أو تواطئها سميها ما شئت بالتعامل مع هاي العشائر أولا أولا هذا تواطئ من حكومة وثاني شي ما يكن حكومة بالعالم أنه بإيد المدنيين سلاح يكون السلاح حصرا بيد الدولة مو بإيد الماليشيات ولا بإيد العشائر نعم الحكومة العراقية سيطرة على الماليشيات ومسيطرة على الانسلاح المنفل يعني واحد يطلع لك يدق بشارع بشارع أو فرع يطلع يدق بيت وهاي الناس كلها وقفة وبعد كم متر عنها سيطرة للجيش أو للشرطة ما يقدر يوقف لو هو يحمي حتى يدق البيت ودق العالم شو دور لعد الأجهزة الأمنية إذا كانت عاجزة عن مواجهة الميليشيات عاجزة عن مواجهة العشائر أخي إذا الحكومة إذا هو دورهم الأساسي هو حماية الناس هو حكومتنا إحنا وين عندنا حكومة وين عندنا حكومة إحنا حكومتنا جاية كل أربع سنين تيجي بتسرق تحمل حمل هذا واتطلع بيهم ما منتجين للشعب ومخلين الشعب واحد يأكل الثاني وعايفين البلد نعم ومخلين البلد ضمن المشاكل اللي يعاني منها العراق هو قانون التسليح فقر 51 أو رقم 51 سنة 2017 أقروا أقروا يسمح بوجود متاجر لبيع السلاح يشجع يشجع كما يرى خبراء أمنيون أنه يشجع على ارتكاب الجرائم يعني العراق ناقص أنه تشارعا به هذه القوانين اللي تشجع على حمل السلاح بل شنو بيه فقرات بيه فقر أنه المواطن الأجنبي اللي يدخل إلى العراق بإمكانه أن يحضر سلاحه معه إن كان مرخصا يعني حتى الأجنبي إذا عنده رخصة سلاح يمكن يقدر يجيب سلاحه ويدخل به إلى العراق هل معقولك دولة تسعى إلى تحقيق الأمن وتسعى إلى حصر السلاح بيدها تسمح بتشريع هكذا قانون هذا قانون وجبه لهم ليش لأنه الأجنبي من يجيك رح يجيك بجواز غير عراقي بس هو أطلع عراقي تلقاه نعم أنا أحتيك على هذه النقطة لأنه أكونات تدخل للعراق بصفاتهم أنه هم أجانب بس هم عراقين ويحملون استلاح ويقتلون ويطلعون وكالنص شي صاروا راح نعم سيد أكرمان يشكرك كنت معنا من بلجيك معنا سيد ناصر من النجف تفضل يا ناصر نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كافة الأخوة حياك الله الحقيقة هذا موضوع موضوع للانفلات الأمني ويعني عدم ضبط السلاح إلى آخر هذا أكيد هو مقصود من قبل الغزاة الذين دخلوا العراق وأرادوا هذه هذه الفوضى يعني نحن نتذكر ونعرف جيد أنه قبل الغزو وقبل 2003 لم يكن هذه الفوضى من حمل السلاح وقتل الناس بهذه يعني القتل بقتل بيت مباشر أحيانا يتم قتل الناس والكاميرات تصور هذا الأمر يتتحمله الدولة يتتحمله وزارة الدفاع وزارة الداخلية ومع أن في الدستور المزعوم هناك يعني قوانين وفقرات يعني تحرم زعمه امتلاك السلاح بدون ترخيص نعم الإيران هي تريد هذه الفوضى الإيران تريد أن الشعب العراقي يقتل بعده بعضا لأن هذه الطومة الحاكمة في طهران هي تعيش على الدماء وتعيش على الفوضى لا تستطيع أن ترى بلدا مستقرا حتى في إيران الآن القتل والقتل المباشر سيد ناصر سؤال ضمن أسئلة الحلقة اليوم سؤال مباشر ومن خلالكم أنتم المتصلون نريد نوصل هذه الأصوات أو هذه الإجابات للعالم الذي يشاهد هل العراقي يأمن على حياته في بلده أبدا العراقي لا يأمن لا يأمن وكثير من العراقيين والمستثمرين وغيرهم حتى المستثمرين لا يريد أن يرجع العراق بسبب هذا الأمر لأن لا يصل قتل العصابات موجودة الدخول على التجار في كل مكان حتى الآن الشخص يعني يقتل من أفراد عائلته كذلك استغلال بعض أفراد القوى الأمنية مكانتهم فيه في قتل الناس هذا مشكلة ومشكلة يعني عويصة كبيرة وتحتاج إلى جهود حتى ننهي هذا الأمر أكو جزئية قد يرد البعض من الذين يدافعون عن هذه السلطة مثلا أو عن الأحزاب بشكل عام يقول لك احنا نمشي بشوارع بغداد وبالليل وما علينا أي شي السؤال هل اليوم إذا تعرض مواطن عراقي إلى اعتداء من أو إلى مثلا ظلم معين أو اعتداء من قبل أحد أفراد عشيرة معينة تملك السلاح هل يوجد قانون أو قوة أمنية قادرة على حماية هذا المواطن من دقة عشائرية مثلا لا طبعا هذا الأمر يعني معروف إنه هذه قضية الدقة العشائرية وسلطة العشائر هي غتلة أخي محمد هذه مقصودة حتى يعني إيران لماذا أذكر على إيران إيران لا تريد أن تكون في العراق هناك قوة واحدة تسيطر على البشهد الأمني هذه هي القضية حتى تبعي في الوزاة الداخلية وزاة الدفاع وإلى آخره والميليشيات كذلك هكذا تكون فوضى حتى تسيطر عليه لا يستطيع أحد أن يسيطر وحتى الإنسان العراقي يعني يعيش بأمان سيد ناصر أخيرا موضوع الدقة العشائرية أزمة من الأزمات الأمنية التي تؤرق حياة الناس اليوم المواطن العراقي يخاف وخاصة بالوسط والجنوب يخاف أنه يتلفت يمنى ويسرى يخاف ليجي واحد يشمر نفسه عليه قدام سيارته قدام دراجته ويبتليه ويصير الموضوع بيفصل ودقة عشائرية وذا ما تدفع فلوس نرش بيتك بالطلقات هذا الموضوع شلون تنام وكيف تسمح دولة بأنه تمتلك عشائر يعني رشيد فليح يقول بالبصرة أكو عشائر عندها سلاحي وضاهي فرقتين عسكرية هو قائد شرطة ويعترف بهذا الشي ومع هذا لا أحد يتحرك نعم هذه مشكلة عويصة فعلا ويطلق النوايا سيئة جدا بحيث سمحت لبعض يعني هذا هذا الشي غير معقول يعني العشائر والشيوخ المزعومة المفروض يعني يحتكمون إلى الدولة كذلك نتكلم في هذا الموضوع مع بعض الأخوة مع بعض المثقفين يقول لك هؤلاء جيبروا على أن يقوموا بهذا لأن القوات الأمنية لا تأمنهم ولا تتأخذ حقوقهم فالتجعوا له هذه فوضى عارمة أخي محمد يعني يحتاج يتلك إلى وقت إلى جهود حتى نني هذا الوضع المجري في العراق طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد ناصر من النجف مشاهدين الكرام دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة معاناتنا ليش لإلها حلق ما لا مثيل أبد بكل العراق نازل 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 خرجنا مقالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من الجدورها من المدرسة للشغل من الشغل للمدرسة وما نقدر حالتنا تعبوها نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية خذاهم ما ندري ها صار لهم أربع سين ما ندري هم حيين طيب نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية حياكم الله مشاهدين الكرام مرة ثانية أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين طبعا نزلنا إلى الشارع والتقينا ببعض الناس مواطنين عراقيين سألناهم عن رأيهم بموضوع الدقة العشائرية دعونا نستمع إلى وطبعا الجانب الأمني أيضا نستمع إلى جانب من حديث بعض المواطنين العراقيين ثم نعود صدقات العشائرية نحن نرفض هذه الظاهرة الظاهرة غير جابية ظاهرة سلبية ظاهرة لا الشيوخ ترضى بيها ولا العشائر بس نوبات مثل ما تفضل الشيخ أبو رشيد سبقنا بالكلام من قال ضعف القانون نعم أكو ضعف القانون أكو ضعف الأجزاء الأمنية بعض الأحيان نحن نصير نزعات عشائرية بين كل العشائر وبغداد والدولة أتعلم بها القانون يعني خارج غوص يعني كنت نروح يعني لو ما الدور دور العشائر وجهها العشائر وشوخ العشائر ما ينحل النزاع فإحنا ضد هذه الظاهرة ظاهرة سلبية غير إيجابية وبها ضرار على الفقراء بها ضرار على المساكين المستطرق الخارج خارج الدار يطلع يتبضع تجي طلاقة طايشة توقع على الناس الفقراء وتتأذى ووصل الضحايا وعدة مرات وعدة لقاءات إحنا باقي القنوات الشريفة قنواتكم فإحنا ضد هذه الظاهرة الدولة يصير تنسيق ويه رؤساء العموم رؤساء العشائر ويه شوخ العشائر ويه وجهها وهذا إحنا مرفوض هذا إحنا تصرفات جاي يصير من البزريات ترى خاطر نكون واضحين أمام القانون وعمام المرجع رؤساء العشائر ما أتعلم والعالم جاي يذب الذبه برؤساء العشائر بشوخ العشائر هذا تصرف شخصي يصير ودور العشائر وشوخ العشائر جاي تاقذ دور إحنا دور العشائر جاي تتخذها هنا ببغداد ولا خارج بغداد وقعدنا قانون الكسر كسر العصي يكسر عصاته رئيس العشائر بس إحنا نطلبه من الدولة تحطي تبيدي العشائر على مد يكمل المسير وتنجح بالنسبة للدقات العشائرية أولا مخالفة لشرع الله وللقانون ولاكت اللي يجبرنا على الدقات العشائرية هو ضحف القانون اللي ما يجيب لك حقك حتى أنت بعد ما كودع الدق وتروح للدقة وهذا فإحنا اللي يجبرنا على الدقات أولا أكو بعض العشائر ما تجي للطريقة الصحيحة بساعتها وتأخذ عطو وينهي الموضوع لا يظل معاند وإلى أن يصير دقات ويصير كذا يأتي للطريقة الصحيحة إثنيا لو كان غانون قوي والغانون يأخذ مجرات صحيح ويجيب العالم اللي محتدي يرجعه والله كان ما وصلنا للدقات ولا هذا نحن بالنسبة للدقات نرفضها رفض قاطع نهائيا رفضا كامل بالنسبة أن لا مع الدقات العشائرية نحن اليوم مع الغانون ومع التفاه دولة تتهاون أكو أحزاب كثيرة اللي هي مخطية دولة الفعل هذا الدولة ما كفت شي مثل تخوف الدولة كانت الدولة تخوف اليوم العمل للأحزاب هي الأحزاب اليوم التعكم اليوم العمل للأحزاب فالدولة صار هسا مستوى الدولة عد الشعب الدولة عدها ضعيفة يعتبروها ضعيفة لأن تشوف اللي يطلع بالشارع المرور لاحد يحترمها السيطرة لاحد يحترمها كل ملكين اليوم العشائر هناك أحزاب هناك أحزاب وأحزاب مثل ما يقول يعني ناس تطلع من القانون ماكو قانون يردح ويرده ما يخاف من قانون مثل يديك يحتضي بالشارع يخلط على إنسان ماكو أكو فردع نكمل معكم مشاهدين الكرام ومعنا السيدة عبد الرزاق من باب التفضلي عبد الرزاق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله السيد محمد بالنسبة للدجة العشارية والانفلات الأمني والانفلات السلاح يعني هو بالدرجة الأساس وبالفعل ضعف القانون وضعف الدولة لكنه من أضعف القانون من أضعف الدولة هي العشائر أخي إحنا جاي نعيش يعني القانون العميق يعني إحنا نختلف عن هذه الدول المحيطة بنا دول عربية وأيضا عشارية يعني إنه يطول قيمة للقانون نحن هاي دولة من خليج ما كو مثل وضعية مالكها بالعراق فصل ودج عشارية أخي هو القانون الرسمي هو اللي يسيطر هو اللي هل من الصحيح أن نحمل العشيرة مسؤولية أخفاق الدولة وضعف القانون نحملها لش ما نحملها لأنه ما يصير أخي شنو دور الدولة إذن شنو دور الدولة في فرض هيبتها وسيطرتها والقانون بالقوة هو بالسأل لما تكون الدولة ضعيفة يعني هو قد شوية سمعت أحد الأشخاص يقول يقول لما الدولة تضعف هذه صير هذه الشي تسمع النعارات العشارية والصراعات والضعاف هل القانون بالقانون بالعراق عادل ويطبق على الجميع كما كتب حتى نقول أنه اليوم على العشائر فقط لو القانون اليوم في العراق مع القوي ضد الضعيف مع الباطل ضد الحق اليوم شلون تشوف دور القانون حتى نقول أنه الناس تحترمه يجب أن تحترمه بالنسبة للقانون بالوقت الحاضر السادة محمد هو هذا لحظة آنية يعني مر العراقين بعد 2003 ضعفت القانون وضعفت الدولة لكن هاي الشراط العشارية والمسائل العشارية موجودة حتى قبل 2003 بزمن النظام السابق يعني كانت موجودة هذه ما كان أصل للقانون حتى لو كان القانون قوي ما كانت تحترم هاي العشائر تحترم القانون يعني أنا أحسينك قد حالة يعني من إتعارك شخص يقول لها كنتك ولم الفصل ما تكب بالتفاديل إذن هاي الشراط هي اللي شجعت على خلط القانون هنا أنا ذكرت حضرتك ذكرت جملة مهمة جدا أنه النزاعات العشارية والخلافات كانت موجودة من زمان قبل 2003 لكن السؤال ليش ما شفنا في تلك الحقب باللي هي من 1921 إلى 2003 أنه العشيرة قدرت تفرض نفسها على القانون وعلى الدولة وحولت البلد إلى فوضى ليش ما شفنا هذه المظاهر إذا كانت العشيرة هي التي تتحمل مسؤولية الانهيار الذي يصير اليوم كان ممكن أنه شفنا هذا الشيء في فترة صدام حسين أو الفترة اللي قبلها أو اللي قبله ليش ما كانت هذه المظاهر موجودة في حين أنه نحن اليوم بدأنا نشوفها موجودة وبقوة أنه لا يوجد احترام لقانون لا يوجد احترام لدولة لا يوجد اعتراف أصلا بدولة اليوم العشائر كل عشيرة خاصة لتحمل السلاح طبعا عدها قانونها وكأنها هي دولة صغيرة في بطن دولة نعم القيادة تكون قوية تفرض سيطرتها على الكل على القوي والضعيف في الزمن الملكي في الزمن الجمهوري القيادة اللي دير البلد قيادة قوية فحتما تفرض سيطرتها على الكل أما بعد 2013 ما عدنا لا دولة ولا عدنا قائد يعني شوما كما تقول معروف بشجاعتها معروف بفرض إرادتها ما عدنا هذا الشيء وخير دليل اليوم يعني واخر ندخل على تشكيل حكومة اليوم طبعا إذا كان لك وقت يعني اليوم الرئيس المكلف التشكيل الحكومة الطوعود وعهود على نفسه بأنه راح يوفر الخدمات للشعب العراقي وهذه راح أقول لك يا صاني محمد كثابقاتها لأنه الإنسان اللي يبطأ أكثر من 23 محورة أو 23 نقطة بأنه راح يخدم للشعب بطارك أكذاب لأنه هو من سلسلة الأحزاب اللي حكمت من بعد 23 ودولة يعني الصراحة أصبحتهم للكذب شي طبيعي بعد حياتهم ومارثاتهم للتعاملوية الناس يعني أن هذه الحكومة اللي راح تشكيل يعني ما راح توسر أي خدمة ويبطل وضع على ما هو عليه لا يحصر السلاح بيد الدولة ولا يحصر ولا يحصر السلاح شكرا شكرا جزيلا نعم سيد عبد الرزاق من بابل أن يشكر حضرتك ويانا السيد أبو علي من واسط اتفضل يا أبو علي السلام عليكم أستاذ الحمد السلام ورحمة الله أستاذ الحمد ورحمة الله مساء النور حياك بس دعونا عبد على الأستاذ من يقول موجودة في الأبن السابق هو الفصل موجود دائما حرف من العشاء لكن دائما المواطن يلجح إلى الأقوى الأقوى القانون كمان موجود هو في كل أوقات العراف لكن هل هناك هكو سلطة نحن القانون فهو دائما يلجح في جنة سلطة نحسين لحد 1990 ما كانت أكو دقة عشائرية وما شاء كان أحد يضرب أحد ويقتل أحد لكن بعد 1990 وخاصة بعد 1995 بدت العشائر تظهر قواتها بسرعة بدور فالدولة في بعض العماكن يعني الكل أعتقد يتذكر معركة الشيحمان ودريع في الكوت والمتدخل سلطة نحسين يعني أمرهم بتدائع يطاف القتال أو تحريك الحرس الجيهور يعني في عراق لكن هل كانت النزاعات العشائرية على مر تاريخ العراق مسلحة وبهذه القوة العسكرية اليوم بدأنا نشوفها أسلحة حتى في بعضها شبه ثقيلة وبعض العشائر لديها سلاح ثقيل ورمي رصاص بشكل كثيف جدا ما بين العشيرتين المتصارعتين أو المتقاتلتين يودي بحياة ناس أبرياء يصيب ناس أبرياء يؤذي الممتلكات العامة والخاصة هل كانت العشائر عبر تاريخ العراق تملك هذه القوة العسكرية إلا في زمن حكم هذه الأحزاب ليش في أسلحة بعد 2003 بعد 2003 وبعد ما قرارت بريمر بحل الجيش العراقي جاءت الأحزاب اللي أساسا تعرف أنها ما عندها مصدر قوة ولذلك أعطت الأشفاص والعشار اتلاح حتى تهجب الممكن ما زال أعتقد محافظة البطلة قال أنه عند الأسلع العشار تكافئ يعني أجهزة أمن الدولة نعم فرقتين أسكرية نعم بالضبط وكذلك اليوم الميليشيات تراهية شنو هي يعني كل عشائر لكن ما تابع العشيرة وإنما تابع شخص نفس الشيء هذا السيد محمد الآن لو عصرين المثال القوة الأمنية أقوى من الميليشيات من العشائر سنة 2019 لا يستطيع الجيش أن يتدخل ويحمي المواطنين في وقتهم كان جدا اليوم الجيش بالعراق اليوم الأجهزة الأمنية قوات التدخل السريع وهذه التشكيلات اللي انصرف عليها أكثر من 160 مليار دولار بحسب أرقام الحكومة لغاية عام 2016 دعنا نتكلم عاجزة كل العجز عن التدخل وفض النزاعات العشائرية فرض قوة الدولة القاء القبض على العشائر المتصارعة اللي بدون أي شكل قانوني أو حق أنهم يحملون سلاح سحب السلاح من هذه العشائر مقاضاتهم على الضرر البشري والمادي اللي ديسوه هذا الكلام كله ما موجود إذا كانت القوة الأمنية لا تتدخل لفض نزاع عشائري لا تسحب سلاح من ميليشيات وتحاسبها وتحاكمها شنو دورها إذن أهلا فالنحمد لسببين ما تقول تتدخل السبب الأول لأن الأحزاء مسيطرة على الجيش وعلى الشرطة هذا السبب الأول والسبب الثاني اليوم الميليشيات أقوى من الجيش وأقوى من الشرطة يعني يمكن أقوى تشكيل قوة متافحة في الإرهاب لزعامة الساعدي والبقية ما يقدر أنه يعني يجابه واحدة من الميليشيات الموجودة تحت اندواء الحشد واليوم المشكلة اليوم المشكلة أنه الميليشيات أقضى دور قانوني أنا هي تحت يعني تحت عباءة الحشد اللي يعترى هو من مؤسسات الدولة العسكرية وهذا هذا الجريم الكبرى أن أجمعني مرتزقة وأجمعني ميليشيات ودخلها داخل الإطار الأمني للدولة وهي اليوم ما تنتمر بأمر القائد العام لقوات المسلحة تؤتمر بأمر أحداث تابعة ولائيا وقياديا إلى خامنائه واللي هم مرجحهم في يوم من الأيام طلع حيدر العبادي بخطاب وقال أنه يعلم بوجود عنده بالأسماء وبالسجلات ميد فصيل مسلح غير قانوني يحملون السلاح بشكل غير قانوني كان رئيس حكومة والقائد العام للقوات المسلحة ولم يتخذ إجراءا واحدا ضد المئة فصيل أو على الأقل فصيل واحد منهم شفنا كثير من الميليشيات اللي صارت بينها وبين الحكومة مواقف بالبصرة وفي بغداد حزب الله وغيرها وشلون تم يعني ابطال هذه التهم وإسقاط هذه التهم من على هذه الميليشيات وكان شيئا لم يكن رغم أن هم مضبوطين بجانب منصات إطلاق صواريخ واللي حرقوا مقرات في البصرة واللي اعتداء وعلى أجهزة أمنية شنو دور لعد رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة اللي دي حرك الجيوش إذا هو يعلم بوجود مئة ميليشية بأسماءهم ومقراتهم وما تحرك السيد الحمد هو أكبر رئيس لجراء متقل في جميع العراق هو حيدر العبادي حيدر العبادي أفضل مرسوم غير قانوني من رئيس المجراء لا يهدر مراسل جنهورية بانضواء الحشب تحكم فيادة العام للفضاة المسلح وهذا أكبر خطأ وهو مدام يعرف الميليشيات يمكن أن يكون عند مئة مئة فصيل مسلح ما أعلنهم لسبب لسبب أنهم من اللي خلوا رئيس المجراء ثم نفسهم الميليشيات خلوا رئيس المجراء اليوم يتحكم البلد ميليشيات مو أشخاص ولا أحداث تتوقع أن حكومة محمد الشياء السوداني ستختلف عن سابقاتها وتكون أداة لضرب الميليشيات ولضرب من يحمل السلاح خارج إطار القانون والدولة الشيء هو حدد كثيرين يوم أنا راحق لي على الكات السلاح شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط استماعت المشاهدين الكرام إلى حديث الناس وإلى حديث المتصلين سواء اللي قابلناهم في الشارع أو الذين اتصلوا وشاركوا يعني الكل يجمع أن الدولة ضعيفة الدولة فاشلة ضعيفة هناك البعض من يرى أنها متواطئة بقضية الانهيار الأمني لأنها مستفيدة من فكرة الفوضى المستمرة في العراق لأنها ستعود عليها بالمنفعة المادية بالمكاسب الاقتصادية تقوية النفوذ السياسي وحتى العسكري الموجود في العراق بالنسبة لهذه الأحزاب أو للشخصيات إذن هي تريد الفوضى في العراق هي تدعم فكرة الفوضى من وجهة نظر كما قلنا البعض لأنها المغذي لهذه الأحزاب أو الشخصيات من الناحية المادية تقوية مناصبهم السياسية ومراكزهم في الدولة ويكونون محصنين من أي مساءلة قانونية من أي ملاحقة لأنهم يمتلكون ذراعا عسكريا في طريقهم هكذا يرى البعض معنا اتصال السيد أبو عمر من بغداد تفضل حياك الله أستاذ محمد المحضر محيط القناة وأستاذ المشاهدين ولكرام أهلا وسهلا أبو عمر حياك الله أستاذ محمد نعرف أن الدولة نكون يعني إلها مكانتها وهيبتها وإسمها يعني عند شعبها وإسمها يكون عدل كافة الدول من بنون العراق العراق هو فتشي يعني كبير أمان العالم كله لأن العراق في الماضي وفي السابق كان إلها هبتها وإلها رئاسة وإلها حكومتها وإلها قاعدتها وإلها جيشة وإلها غباطة وإلها كل الأمور ما يعني يعتبد بأنه هو دولة ذات سيادة ذات قوة ذات إسمة ذات شهرة ذات مواقب جيدة هذه كانت قبل السقوط الاحتلال الأمريكي فللحسب العراق اليوم نجدها غير العراق الماضي وكان إلى هبتها وكان إلى حكومتها والملوكية والعهد الملوكي كل هذه الأمور اختلفت طه 20 سنة ما بين الاحتلال يحد الآن العراق الآن سيطرت عليها الأحزاب وسيطرت عليها الماليسيات ما برئيس حكومة أو رئيس دولة يعتمد عليها الشعب أو يعتمد عليها العالم بأنه هو العراق ذات هيبة ذات عراق المكانة ذات الاسي يعني يصيب صوت بالعالم كله فللأسف هاي أحزاب السلطة خرمت هاي الهيبة أو خربت هاي السلطة اللي حدنا بالعالم كله فاختلاف يعني اختلاف جبلي ما مرت علينا حكومات سابقة مثل هاي سلطة الأحزاب ما من أن يعني يعني خلي نسأل خلي نسأل عن الرأي اللي طرح هناك آراء مختلفة هناك البعض يرى بأنه الحكومات اللي جدت بعد 2003 ضعيفة وبالتالي سمحت للميليشيات وللعشائر أو لأي جهة تريد تحمل السلاح خارج إطار القانون مؤمنة ومتطمنة أنه هي مرح تواجه مشاكل قانونية هل تعتقد أنه هذا الكلام صحيح أنه الدولة ضعيفة لو تشوف أنت وجهت النظر الأخرى اللي تقول الدولة متواطئة دولة مو ضعيفة لكنها متواطئة بالتعامل مع الملف الأمني وتسمح هي للميليشيات وللعشائر أنه يضلعدهم سلاح حتى تستمر الفوضى حتى هم يستفادون ويأي رأي أنت أتميل أو إلى أي رأي أستاذ بالنسبة هو يعني الشكل العام والشكل الصحيح هو مبين أنه الدولة يعني ضعيفة قوية بسلاحة قوية بالقتر قوية بالسجير قوية بال يعني من الكل نزاعات عشرية وهذه النزاعات عشرية يعني نعرف وياها سلطة الأحزاب والميليشيات اللي هي تدعم بالسلاح وبالقوة أما الدولة والقانون هذا ضعيف يعني لأنه هي الأحزاب هي من سيطرة العراق وعشاب العراقي يعني يعني إحنا عدنا بكل المحافظات بالعراق اللي موجودة وشكل عام بالعراق هي كلها ميليشيات وسلطة أحزاب لأنه ليش وسبب قاعد نشوفها بأنه الأجهزة الأبنية من نزاع أشائري أو يصير يعني من نوع اعتقالات أو يصير من نوع قتل نجد القوات الأمنية نشوفها أمام هذه الأحزاب وهاي الميليشيات ما تقدر تسوي شيء من محد مواطني يسأل بأنه تدخل قوات الأمنية أمام هذا الضرب إذا كان يزاعد عشرية رمي إطلاقات نارية أو قتل أي شخص نجد القوات الأمنية ما تتدخل ضعيفة أمام هاي سلطة الأحزاب فعندنا صلبة الأحزاب هي أقوة من القوات الأمنية اليوم عدنا تعال سيد أبو عمر إلى نقطة خلينا نتكلم بها هي نقطة العشائر هسنا استمعنا إلى بعض الآراء اللي تقول بأن العشائر شافت الدولة ضعيفة أو القانون غير عادل وبالتالي لجأت إلى طريق أخذ الحق بقوة السلاح أو بقوة الذراع لكن احنا تعالي نشوف اليوم بعض العشائر اللي موجودة في وسط وجنوب العراق اللي هي تمتلك السلاح ليش ما استخدمت هذا السلاح في سبيل مواجهة الظلم في سبيل دحر الميليشيات المحاربتها ضربها ضرب الطرف الظالم اللي ديئذ العراقيين ليش وقفت إلى صف أو بنفس الطريق اللي تمشي به الجهات اللي تظلم العراقيين تنتهك حرماتهم تعتدي على العراقيين ليش صارت مثلهم مع أنه هي عشائر الهقيم والهمبادة وأخلاقيات ليش ما صارت مع الناس وليس مع الحكومة السادة محمد هذا الموضوع صحيح مما تكلمت عليها لأنه للأسف إحنا هز عندنا بعض العشائر واحترام العشائر وشيوخنا وسادتنا كرام الآن أصبحت هذه العشائر تمتلك سلاح أقوى من سلطة حكم الدولة يعني عندهم سلاح ثقيل عندهم قضاء عندهم رمانات عندهم ما ما علي يعني نقدر نقول يعني طائرات هي وصلت أنه حتى مدفعية وبعض العشائر عندها يعني هذه الأسلحة القوية التي تعرض سلطة الأحزاب وسلطة الحكومة التي زائت حكومة العراق أنه عندها هذا السلاح فهذا السلاح ممنوع يعني ممنوع لازم يستتحاتم عن العشائر لكن للأسف نلقى حكومة سلطة الأحزاب هي من تسفع المال هي من تسفع لهم السلاح هي من تسفع لهم القوة هي من تسفع لهم بأن هذه الكوضة الأبنية التي تصمح عندنا بالعراق بأن الحكومة ليست قادرة على حمي المواطن العراقي بل هي تريد القتل تريد تبقى الضماء في العراق وفي كافة المحافظات التي عزنا قاعدنا نشوف العدة أحيانا يوصل في المعارك الشهرية يوصل إلى عدة أيام يوصل إلى عدة قتلة يسقطون في الأرض والحكومات والقوات الأبنية ليس لها أي تدخل لإحتلاق بهذا الشأن سؤال أبو عمر سألت وقد يرى البعض بأنه سؤال إجابته بسيطة وواضحة وما تحتاج طرح هذا السؤال لكن نكرر أن بعض الأسئلة وإن كانت قد يرىها البعض ساذجة لكنها حقيقة هي رسائل توصل إلى من هم في خارج العراق أو من يعتقد أن العراق بلد آمن هل يشعر المواطن العراقي بأمان في بلده يا أبو عمر لا يشعر بأمان لأنه ما طول هذه كثرة الأحزاب عندنا وكثرة الميليشيات التي تحكم بالعراق هي أيضا تكون مع احترام بعض العشائر وهي هذه سلطة الأحزاب والميليشيات التي عندنا موجودة بالسلاح عندنا بعض العشائر احترام لهم يعني لا يستطيعون أنه لا يمتلكون سلاحه ولا يمتلكون قوة حتى لن نتفرع سيد أبو عمر حتى لن نتفرع بالإجابة سؤال واضح وإجابة أريد منك واضحة وهو كما قلنا هذه الإجابات هي رسائل إلى الخارج أو إلى من هم في الداخل من هم مخدوعون بهذه السلطة هل المواطن العراقي يشعر بأمان في بلده؟ أنا لأن ما سمعت الإجابة من البداية أكيد أستاذ أحمد المواطن العراقي لا يشعر بالأمان من يلقى هذا فوضى الأمور ما عندنا أنه قيادة تحكم العراق فهذا ما قدنا أمان بالعراق نهائيا ما أضالت الأمكان الموجودة اللي فاشل اللي تحكم العراق وما بها قانون عندنا يرد هذه هذول الناس القتلة فهنا عندنا ما عندنا أمان بالعراق يستحيل يكون أمان في وجود هذول الحكومات اللي خطمت العراق ولي حد الآن شكرا أنا أشكرك يا أبو عمر شكرا جزيلا كنت معنا من بغداد يعني كما استمعت المشاهدين الكرام وإن كان هو حديث بعض المواطنين العراقيين وإن كانت الأعداد ليست بكبيرة لكنها صدقوني تمثل لسان حال كثير جدا من العراقيين المواطن العراقي لا يشعر بأمان في بلده ربما حتى هذا رد على دول كثيرة في العالم تنظر إلى العراق أو تحاول ترويج فكرة أن العراق بلد آمن هو أكبر رد أن العراق بلدا ليس آمنا إطلاقا لا يشعر شعبه بالأمان يشعرون بالخوف الدائم من أي غدر قد يأتي من ميليشيا من عشيرة من فرقة موت من فرقة اغتيالات من فرقة خطف من الحكومة بأجهزتها الأمنية وبالتالي المواطن العراقي يخشى على حياته ليلة نهار لا يستطيع ممارسة عمل بشكل طبيعي لا يستطيع أن يسير في الشوارع وهو مطمئن تماما لطمئنان أنه يسير في بلد آمن مستقر يخشى على حياته من كل شيء بهذا مشاهدينا نصل إلى ختم حلقتنا لهذا الأسبوع أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى لي اشتركوا في القناة